أنا دايماً بقول أن أهم حاجة في الفيلم بدايته ونهايته فهتلاقيني دايماً في أفلامي وههتم بتتر البداية وتتر النهاية اللي في النص ده بقى حشف يعني ربنا بيرزق في مين شمال أي حاجة بنحشر حد ما نوصل لنهاية الفيلم نفسي أفهم ليه يشتري مجلة بكمية الفلوس دي يكونش يا جماعة أحمد فهمي ده قريبكم وبيدور هو كمان على الكنز بس يا هبل انت قربنا ايه طبعاً مش قربنا ايه الثقة دي يا بنتي ده انت لست عارفة من يومين انها بنت عمك أنا عايز أعرف هو أشتري العدد ده ليه وهناخد منه العدد ازاي سيبوا الموضوع ده علي أنا لأ موضوع النقد ده ما بيداقنيش خالص إلا لو حد عليك سيد أحمد سيد أحمد معلش معلش ثانية واحدة بس من وقتك ثانية واحدة الله يسهل لك يا بس فقول لك أنا موضوع النقد ده اللي انت بتعمله ده يا فنان وأنت مش شحات؟ لأ أنا مزيع وبعدين انت بتقول لي الشحاتي انت شحات انتوا ايه الجبارقوت اللي انتوا فيه ده؟ لما أخذ باشي أنا ما خدتش بالي أستك لابس جلبية ومش مسك مايك فبتكرتك يعني شحات انت صح بسرعشان كنت جاي جاري بس عشان الحاجة ممكن يا جماعة مايك زي ده؟ مايك زي ده هتده لكو بعدا ما نخلص على طول طب معلش احنا كده كده على الهوى يعني مفيش مشكلة القناة ايه الاول؟ معاك واهدان واهران روحت اخسارة من القناة التسعة للصعادية الفضائية اهلا وسهلا الفاند فضل اولا مبروك طبعا على المجلة ونقول لك ربنا يديك خيرها يا رب ويكفيك شرها ونحب نعرف يعني ايه سر اهتمامك بمجلة ميكي؟ لا الحقيقة المجلة دي انا مش شريها لنفسي انا شريها لابن صديق عزيز عليا جدا اعتقد ان دي احلى هداية قدمها له فايد ميرده بس انا رأيك كنت ممكن تديله المية وخمسين الف جنيه جيب بيها اللي هو عاوزه وتسيب لنا احنا المجلة دي لا 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 هيا الفكرة مش في الفلوس يعني القيمة مش في الفلوس القيمة في المجلة ذات نفسها انا عايز اعلم الولد ده القيم натصبنا عليها في مجلة ميكي يعني يمكن احنا اتعلمنا فهذا نجلة ميكي من ميكي نفسه الشجاعة اتعلمنا من بطوط الصبر اتعلمنا من عصاب القناع الأسود العمل الجماعي اتعلمنا من زيزي زي ما تقول كدة الاغراء العفيف زي 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 هو هندرستوم والجيل الجميل دي بس ف�데 محدش هيستミー على هذا فدي دي دي قيام احنا نحب نورسها للجلء اللي ما شافش مجالة ميكي قيام ايه يا عام ساميلي وشعير وبيض انت بتعمل الرجل العناب وبرات العام اتفضل يا بيت فضل بس احنا عارفين انك ومجموع من الفنانين معزومين على حفلة ايد ملاد ابن صاحب القناة اللي هانتاج لك برنامجك الجديد وحاجز لك قوة كلكو في الفندوق والله هو اللي أصر ايه يا ساميلي العزيز اللي بتعمل ده انت بتفضح الفنان قل له ما اسمحلكش معلش تبقى يا فنان عايزين خبر حاصل للقناة الصعادية الفضائية هو فعلا كان فيه خبر ما كنتش حابب ان اعلن عنه في الوقت الراهن بس انا اقول وحاصل على القناة بتاعتك انا الحقيقة العيد الجاي ان شاء الله طالع انا وصحابي شرم الشيخ لا انا مش قصدي كده انا قصدي مش داخل سينما قريب لا داخل سينما ان شاء الله قريب مع نفس الشلة اللي هتبقى معي في شرم الشيخ او ما نرجع هنخش فيلم محمد امام يا بستي ستارز يا بجالاكسي حسب يعني ما شاء الله ما شاء الله احنا دلوقتي معانا الفنان احمد فاهم وبدندعيله بنقول له ان شاء الله يا رب تلاقي تاكيت وتقعد في مكان حلو ان شاء الله في العيد واستنوا احمد فامي في سينما جالاكسي او ستي ستارز اي او 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 يعني مش عايزة تتكلمي هم لو ما تكلمتيش هنفضل نضرب فيها لحد الصبح وهتتكلمي مبتتكلمش يا باشا من سنة 82 وهي فقدة الصوت مفيش صوت خالص، هتتكلم إبدا، كون أنا موت طب إنت ليه مش عايزة تتكلمي وتقولي هم فين؟ والله العظيم يا زاعدة الباشا أنا كل اللي عرفه قلت لحضرتك مش مخبية عليك حاجة أنا معرفش هم فين ما أنا لو هعرف هقول هو أنا يعني كيف هتضرب؟ بصي بصراحة كده حدوتة ميكي والكنز والكلام الفارغ ده مش واكل معايا والمصحف الشريف يا باشا هو ده اللي أنا عرفه ده كل حاجة عندي كل كلام عندي شف بقى حاضرتك عايز إيه؟ وأنا عمله لك تمام بصي أه متخفيش؟ متخفيش ماتخفيش انت هتكلميهم في التلفون ده تعرفي مينهم هم فين؟ وتقول لي وأنا وعدك محدش هيمدي إيدوا عليكي خالص 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 مالس تم بتقول كده يا بشا من الصبح آه يلا تكلمي ألو، بيت يا شرياء، أنت فين يا بنت الكلب، خلاص يقول أنت فين، يا بيت أنا ممسوكة في الاسم وما فيش حد ما ضربش فيي، يا تاري الدار، ما الله يقرب بيوتكو، أي موقتونة، الحائر يا شرياء يا غربية، ألو، مساء الخير، معاك المقدم نجيب الرحل، اسمعني، اللي أنتو بتعملوه دا ما فيش منه أي فايدة وأنا كده كده هقبض عليكو روقوها، طب يا ساعة الباشا، هو كله ضرب ضرب، وما الفرق فيه، أنت عايزة فرق؟ طب ما فيش فرق، يلا خدوها ونبيها ساعة الباشا، أبوس إيه؟ وضوها أبوس إيه دا يا ساعة الباشا، أنا مظلومة، أنا ما ارتكبتش أي جرائم يا ساعة الباشا، أنا زيت مريئة، حببتي يا خالتي، زمانها متمرموطة في الاسم أنت خايفة على خالتك من الاسم؟ دا احنا نخافة على الاسم من خالتك، يا بنتي هاسألوها اسألين وهيروحوها ما لش يا شريهين متزع ليش، بجد أنا كنفسي سعيدة، بس أنت عارفة مفيش في قدينا حاجة نعملها امت بقى يا رب نلاقي الفلوس عشان تنقذنا من القرف اللي احنا في دا؟ هيا يا سيف، عرفت الحفلة فين؟ بكر مش عايزي، فتح ما عرفش ما بقوش يجبوه ليه يا سيف، احنا مش بنهزر دلوقتي بدور علي بس فتح صفحة تانية مش لها إيه لسه ولا هاني، ما تيجي قط تشوف المصيبة اللي احنا فيها دي؟ استني يا شوشو خلص المصلحة اللي في ايدي دي؟ يعني ما عملتش كده خالص؟ لأ طبعا عملت أنا شاب وقعد واحد وبيت كبير وابا ما مسافرين على طول انت بتكذب على فكرة اوه والله العظيم بكذب ايه دا؟ انت صريح اوه والله وعملتش حاجة قبل كده صراح وفتكذب معنا اوه والله العظيم انت غريب اوه على فكرة بس طيب طيب جدا وربنا هيكرمك الله يكرمك انا بقى هحققلك اللي نفسك فيه من زمان ايه بقى هتعمل ايه؟ انا هجبلك اتنين اوه 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 عشان تعود اللي فاتك انت فاتك حاجاتك اوه مش هجبلك لسه واحدة تقعد تحبها وتقول شعر والكلام ده طيب بلدينة مكرد بلدينة ايه بس على فكرة انا من قاهرة طيب اقولك ايه؟ قولي الزني بركات ايه؟ صعب على لسنك؟ اه اه قولي حاج سعيد ماشا حاج سعيد اقمر ممكن اطلب طلب؟ اقمر ممكن يبقوا ثلاثة؟ انت طماع اه كذبه صراحه طماع خليهم ثلاثة خلية بيت حلوتك انت جميل احد بس عرفت انت مش هتستحمل ثلاثة مش مهم اولا هتموت هموت همشكلة بس عملت كده والله ده ما عصدش اي حاجة وانت بص ايوه فرحان اوي حاج سعيد خلاص اكلمهم لك باش طب اسمح صوتهم بس بس يا رب يكونوا حرجوا اصلا خرجوا من ايه؟ هم محبوسين؟ لا محبوسين ايه؟ اصلا ابوهم بيقفش عليهم فما بيخلهمش ينزلوا يعني متأخر اه ابوهم حبسهم يعني بس الطمين ابوهم مات مات؟ اه ما هو عارف بقى بناتوا بيعملوا ايه؟ بس عاير مات وعارف؟ مات عاش راجل ومات عارف بالزبط كده هو بس يلا خلمهم بكام بقى دول؟ دول تلاتة يبقى تلات تلف دولار هم اجانب؟ لا مصريين طب ليه دلار؟ ما عارش والقب ده يبقى معايا ما عارف ادليلك بس ليه دلار؟ عشان الفلوس دي بتروح لناس محتاجة في امريكا فاة ما يعني الخير هيروح مع الزمد بباع كله ايه؟ بالزبط وحنا نبقى تماما وحنا في التماث ماشي طبا تمام اه اطشالله بيقى الترابيزة بشفرقة ماشي بس ما تعملش بقى اي صوت عشان ايه؟ مهضوش بس اسمع صوته ماشي بس بقى اي صوت عشان اما مش عارفين حاجة ماشي خيالها هيساعدنا ماشي معنا فلوس هنجيبه هدوم من اين؟ نيلي انا بيعاش معايا فلوس بس ممكن نستلف من شريف بس نرجعهم لقول ما نلاقي الكنز ان شاء الله شيكو شيكس هلو ايه مصطورة لا مصطورة انا عايزة مفضوحة انت تضحى بقى امي واحد ساني واحد ساني واحد بقولك ايه انت نسيت الولاعة بتاعتك معايا اه اه بس احنا يعني تمام اه لا مليناها مليناها شيكو ما تتاخريش بقى ماشي يا الله سلام شيكسو ايه حبيبي عايز ايه عايز فلوس انت عايز تجيب انت كمان هجيب ايه ماشي هاتل بزود له خلوم خمسة يلا تبقى مرياطة بقى اه بنجيب ايه اللي بنجيب فراخ فراخ ايه دي دي بيجبه فراخ الشامورت فراخ الشامورت اه ايه ما تبقاش فيها ريش عند الراقة ايوا دي بجند جدا اوي ايوا انا بقى عايز فلوس ايوا طب ما انا عمل ايه انا مالي مهضة ايشينا معايا اتنين شامورتا عاديني هنا نحلين وابري طب هيا فلوس كلها هتروح عند حاجة سعيد اعمل ايه حاجة سعيد مني الحاجة سعيد بتاع الفراخ بقولك ايه الفراخ بتلبس ها اه لا 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 انا انا هلديهم يلبسوا خليوني يجوا ينزيلوا ايوا 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 دي عمي يجوا فين هات فلوس ولا مطلع جيب انا من فوق انا عارف طريق الفلوس عارف امك بالشي الفلوس خلاص بقولك يا كابتن احنا قدامنا ان شاء الله بتاقيه ونوصل بالسلامة تراقيه بشارق الديلتا بقولك يا كابتن مش انت الطيار ايه انا الطيار بس اراقي حالو جدا مرسول مفيش فيلم بقى تشغله لنا كده ولا اي حاجة فيلم او اشغلك همي تتفرج على فيلم ايه يا فندم انت تتفرج على ايه ايه انت تتفرج على ايه اي حاجة اي حاجة لولا ابي حاجة ابي حاجة ابي حاجة ابي حاجة ابي حاجة انت ملك النهاردة في ايه؟ ملك حموت ملك بي بي بشلاخدر بجلل اطلع الله هاتلي فيه اتلعك حاجة زوج سالطاب؟ اه ازوج حاجة ولا هاني صحبك ده عبيت قوي ده فل